بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان المجلس الرابع والتسعون وفيه تفسير سورة المطففين من الآية الأولى إلى الآية الحادية والعشرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه السورة سمى سورة المطففين قد اختلف العلماء فيها هل هي مكفية أو مدنية على قولين وتطفيف معناه النقص والشيء الطفيف هو الشيء الناقص والله سبحانه وتعالى وعد المطففين توعد المطففين فقال سبحانه ويل وكلمة ويل كلمة عذاب وتوعد عذاب وتوعد وقيل الويل واد في جهنم ويل يومئذ للمكذبين وهو مبتدأ وجاز الابتداء بالنفرة لأنها نفرة مفخمة ويل معظمة يومئذ عن يوم القيامة يوم القيامة للمطففين في الدنيا وعرفنا معنى المطففين والتطفيف هو النقص ثم بيّنهم سبحانه وتعالى ويل للمطففين من هم الذين إذا اكتالوا على الناس يشتوهون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أي ينقصون ينقصون الناس حقوقهم ويبخسون الناس أشياءهم قد أهلك الله أمة من الأمم وهم قوم شعيف لأنهم ينقصون ينقصون المكايين والموازين ينقصون المكايين والموازين للناس الذين إذا اكتالوا على الناس أي استوفوا حقهم من الناس بالمكيال يستوهون حقهم فلا ينقصون منه شيء وإذا كالوهم أو وزنوهم كالوهم يعني كالوا لهم كالوا لهم أو وزنوهم أي وزنوا لهم خذفة اللام ووصل الفعل بالضمير وهذا ما يسمى عند أهل البلاء بالحذف والإيصار إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أن ينقصون فهم يوفون المكايين والموازين إذا كانت لهم وينقصونها إذا كانت لغيرهم أو هي عليهم للناس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم من أبخص الناس كيلا فأنزل الله هذه السورة أنزل الله هذه السورة فصاروا بعد ذلك أوفى الناس كيلا رضي الله عنهم وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون والله جل وعلا قالوا وأقيم الوزن بالقص ولا تخسروا الميزان أي لا تنقصوا أقيم الوزن بالقص يعني بالعدل ولا تخسروا أي تنقصوا الميزان قال جل وعلا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصص المستقيم ذلك خير وأحسنوا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصص المستقيم فأمر بإفاء الكيل وإفاء الميزان وأن يكون الميزان مستقيما يعني عادلا لا ينقص حقوق الناس فهذا ما أمر الله جل وعلا للتجار والذين يبيعون الأطعمة ويزنونها لأن الأشياء على نوع شيء يكال كيلا بالصاع أو نحوه وشيء يوزن بالميزان فالنكيال والميزان هم المعياران معروفان عند الناس في بيع الأشياء فهذا أمر يجب التنبه له كثير من التجار والباعة لا يتنبه ولها ويغشون النفس ينقصون حقوقهم فإذا كان الطعام أو غيره من الأشياء حبوب كانت في أوعية واكية ينقصون الأكياس ويأخذون منها ويبيعونها على أنها وافية يأخذون من كل كيس مقدارا لا يلفت النظر فيولدون من الأكياس أكياس أخرى ويظنون إن هذا من الحذق وهذا من المهارة وهي من الثرقة الغش والعياذ بالله وكذلك في الصناديق والكاراتين ويعبثون بها ويبعون على أنها على أنها واكية وهي مبكوسة وكذلك يجعلون الردي الأسفل ويجعلون الجيد والأعلى حتى يظن الزبون أن ما في هذا الصندوق أو هذا الكرتون كله سوى من الخضار وغيره ويبيعونه على أنه من الجيد وعندهم مهارة وحظ في هذا ولا ولا يظهرون للناس ما في هذه الصناديق أو هذه الكاراتين ما يخبرونهم بحقيقة ما فيها بل يمدحونها حتى يأخذها الزبون من باب حسن الظن به وهم مهرة في السرقة والبحث أخس الناس أشياءهم وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على بائع طعام فأدخل صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فوجد بللا في أسفل الطعام فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله أي أصابه المطر قال هل جعلته ظاهرا فتا يراه الناس من غشنا فليس منا فيجب على من يبيع ويشتري الأطعمة وغيرها من الأشياء المغلفة والأشياء المكيلة والموزونة والصناديق وغيرها المعبأ يجب عليه أن يصدق بهذه وإلا فإن له يوما ينتظره وما يأخذه حرام ما يأخذه من أموال الناس بغير الحق فهو حرام وسيخاسب عنه يوم القيامة لأن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل ويجب على ولي الأمر أن يجعل رجالا للحسبة على البياعين يجعل مفتشين في الأسواق ويجب أن ينال المجرم جزاه ويجعله ويجعله ألا يترك الناس يعبثون بحقوق الآخرين ويعتذرون هذا من المهارة في التجارة والحذق وغير ذلك وإن للمطففين الذين إذا كتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون هذا في الأشياء المحسوسة وكذلك في الأشياء المعنوية يجب على الإنسان العدل إذا مده يعتدل وإذا ذنب يعتدل فلا يسرف في المده ولا يسرف في الذنب بل يعتدل وينزل الناس منازلهم ولا يبخص الناس منازلهم صلى الله عليه وسلم أنزلوا الناس منازلهم فيجب على من ينتقد أو على من يرد على المقالات أو على الكتب أن يعتدل في ذلك وأن يذكر ما عند المردود عليه من الحق وما عنده من الخطأ يذكر ما عنده من الحق ويذكر ما عنده من الخطأ أما أنه يجعل كل ما عنده خطأ فهذا من البخص الناس فقوقهم هكذا العدل في المقالات والأدلة وغير ذلك يجب على من ينتقد أو يرد على الناس أو على الكتب أو على أن يتزن في ذلك ويذكر ما للمردود عليه من الإحسان وما عليه من الخطأ كي يتنبه أو أنه يمدح المؤلف ويثني عليه ولا يبين ما عنده من الأفطأ حتى يغر الناس يجب أن ينبه على ما عنده من الأفطأ فلا يمدح فقط ولا يذن فقط وإنما يعتد هذا هو العدل والإنصار وهذا ما يمشي عليه المخبطون تشيخ الإسلام من ثمية وبن قيد حينما يردون على المخالفين لأن هذا هو العدل هذا هو داخل في قوله للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوهون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون فيجب الاعتدال في هذه الأمور وإلا فالإنسان سيسأل يوم القيامة إن سلم في الدنيا فلن يسلم الآخر وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يأخذون الحق الذي لهم ويبخسون الحق الذي عليها ثم إنه سبحانه وتعالى توعدهم فقال ألا يظن أولئك ألا كلمة تنبيه كلمة تنبيه واستفتاح ألا يظن أولئك المطففون أنهم مبعوثون أنهم مبعوثون من قبورهم مبعوثون من قبورهم للجزاء والحساب وسيلقون ما يقدموا ما يتصورون هذا ألا يظن ما يستحضر البعث ما يستحضر البعث وإن كان يؤمن بالبعث يؤمن بالحساب لكن يغيب عنه عند الطمع يغيب عنه البعث والحساب عند الطمع يتنبه الإنسان بهذا وقالوا كلمة يظن يعني يعتقد لأن الظن يطلق على اليقين أحيانا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني يعتقدون ويتقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه يراجعون وإن كانت الصلاة أي الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أن يعتقدون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه يراجعون فالظن يطلق أحيانا ويراد به اليقين قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله يظنون أن يعتقدون ويؤمنون كمن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ألا يظن أي ألا يتيقن هؤلاء ويعتقدون أن هناك بعثا ونشورا وبعده حساب وبعده جزاء لا يتصورون هذا يظنون أنهم فعلوا هذا في الدنيا ورعا خذوا موال الناس خلاص ظلم الناس وانتهى الأمر الحساب قادم والبعث كائن ولا محال وكل يلقى جزاءه وفي يوم القيامة ينصف الله هؤلاء المظلومين ويرد عليهم حقوقهم ممن ظلمهم يرد عليهم حقوقهم أموالا دراهم طعام لا يرد عليهم حقوقهم من حسنا في الظالمين القيامة ما في دراهم دنانين فيها أعمال حسنات سيئات هؤلاء الذين ظلموا الناس في الدنيا يوخذوا من حسناتهم وتعطى للمظلومين وربما لا يبقى لهم حسنة واحدة فيهلكون والعياذ خسروا أعمالهم كما أنهم أخسروا الناس في الدنيا خسرون أعمالهم يوم القيامة حسناتهم يتصور هذا من يبيع ويشتري وتعامل مع الناس تصور هذا دائما يكون بين عيني فلا يظن أولئك أنهم مبعوثون من قبورهم مبعوثون لأي شيء ليوم عظيم يوم القيامة يوم القيامة يوم الأهوال يوم الأخطار عظيم الشيء الذي عظمه الله عظيم ليوم عظيم ثم وصف فقال يوم يقوم الناس يوم صبع للضرفي بدل من يوم عظيم يوم يقوم الناس يقومون من قبورهم قومون من قبورهم وهذا هو البعث بعث من قبورهم وقيامهم من قبورهم وقيل يوم يقوم الناس يعني في المحشر يقومون خمسين ألف سنة على أقدامهم حفاتا عراتا غرلا شاخصة أبصارهم يأخذهم العرق فدنوا منهم الشمس يأخذهم العرق منهم من يغطيه العرق ومنهم من يبلغ ومنهم من يلجمه ومنهم ومنهم هذا الموقف المهول يوم يقوم الناس قيام المحشر يقوم الناس لرب العالمين للقاء الله سبحانه وتعالى رب العالمين والعالمين جمعوا عالم وكل المخلوقات يسمى العالم كل ما سوى الله هو عالم والعوالم تختلف عالم الجن عالم الإنس عالم الطير عالم الحيوان عالم تختلف العوالم عالم النبات كل هذه العوالم الله ربها خالقها وموجدها ومنميها ومغذيها بما يقيمها هذا معنى الرب الذي يربي عباده بالنعم ويغذيهم كذلك يربي عقولهم يربي عقائدهم ربيهم هذا معنى الرب أيضا الرب معانيه المالك معناه المالك مالكهم مالكهم وخالقهم ومربيهم بالنعم كل العوالم كلها مربوبة لله عز وجل لا أحد يخرج عن ربوبية الله عز وجل والشياطين والملائكة كل المخلوقين كلهم لهم رب كفار والمؤمنون الصالحون والفجار كلهم ربهم واحد رب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين للقاء الله سبحانه وتعالى والقيام بين يديه للحساب يوم يقوم الناس لرب العالمين ثم بيّن ما يأول إليه الناس قسمهم إلى قسمين فجار وأبرار كلا أي حقا كلا معناه حقا وقيل معناها الردع والزجر إن كتاب الفجار الفجار هم الذين خرجوا عن طاعة الله عز وجل وفجروا فسقوا كفروا أولا يقال لهم الفجار كلا إن كتاب الفجار جمع فاجر كتاب الفجار أي كتاب أعمالهم كتاب أعمالهم لأنها سجلت عليهم لفي سجين لفي سجين سجين فعيل من السجن وهو الضيق مكان الضيق يقالوا له سجن وسجين هذا شديد الضيق كلمة مبالغة لفي سجين أي لفي مكان ضيق بعد موتهم يكونون في مكان ضيق وقيل سجين اسم للنار وهو تحت العرض السابعة مكان تحت العرض السابعة سجين وهو مأوى الكفار إذا ماتوا كن أرواحهم فيه تسجن فيه والعياذ من الله إن كتاب الفجار لفي سجين ثم عظم سجين وما أدراك ما سجين وما أدراك فلمت تعظيم تهويل ما سجين كتاب مرخوم مرخوم مكتوب مدون محفور كتاب مرخوم لا يضيع شيء منه ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا صاه من تنسى وتروحه لكنه يكتب عليك سجل عليك ويعرض عليك يوم القيامة تقرأه ويقرأ حتى لما يقرأ في الدنيا يقرأ كتابه اقرأ كتابه ونخرج له يوم القيامة كتابا يوقاه من شغر اقرأ كتابه يقال للعالم والمتعلم والعام والأم اقرأ كتابه كل يقرأ يقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك خسيبة ما أحد ينكر ما أحد ينكر في هذا ما ما حصل له ينكر يعترف بهذا كتاب مركوب ويل يومئذ للمكذب كرر التهديد والوعي ويل أي كلمة عذاب التي ذكرها في أول السورة ويل يومئذ يوم القيامة للمكذبين المكذبين للرسل مكذبين للكتب مكذبين بالبعث والنصور مكذبين الجزاء والحساب يعني فيه كثير من الخلق ينكرون ينكرون يوم البعث ينكرون الحساب ينكرون هؤلاء توعدهم الله بالويل والثبور والعياذ بالله ولا ينفعهم إنكارهم ولا ينفعهم أنهم مثقفون ومتعلمون وأنهم مفكرون ما ينفعهم ولا ينفعهم ولا يتخلصون من كتابهم ومن حسابهم ما ينفعهم شيء إلا الصدق ما ينفعهم إلا الصدق ويل يومئذ للمكذبين كثير من الناس ينكرون البعث ينكرون البعث ويستبعدونه ويكذبون الرسل ويقولون هذه أساطير الأولين وهذه تخيالات تخيلات ما نبعث حتى الأمم السافقة ينكرونها يقولون هذا تخيلات ما في عاد ثمود ولا في أمم سافقة هذه إنما تخيلات كما يقوله صاحب كتاب طاحة سين في كتابه الذي الذي نال به درجة الدكتوران من فرنسا ينكر البعث والمشور والحساب ويقول هذه إنما هي تخيلات مبالغات وما ما لها حقيقة يسميها الشعر الجاهلي وحتى ينكر الشعر الجاهلي يقول هذا ما هو ما هو صحيح ولا فيه شعر في جاهلية ولا فيه الشعر الجاهلي قد رد عليه العلماء في وقته عدودهم موجودة وهو فرد من جماعات كثيرة على هذا المذهب كذبون بيوم الدين إن شاء الله العائد غيل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين والدين هو الحساب الدين هو الحساب في هذا يراج به الحساب والإدانة الناس يقولون فلان مدان بكذا مدان يعني أنه أنه متحمل لهذا الشيء في يوم الدين يوم الحساب الذين يكذبون بيوم الدين يكذبون بيوم يقوم الناس لرب العالمين يقولون ما فيبعث ولا نشور هذه تخيلات أساطير الأولين اكتتبا ما يتملى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون ولا قال الإثم حسب نفسه وما يكذب به إلا كل معتد أثي إذا تتلى عليه آيات إذا تتلى عليه الآيات القرآنية والوحي المنزم الذي فيه ذكر البعث والنشور والجزا والحساب قال أساطير الأول هذا ما هو صحيح هذا القرآن لا ما هو صحيح هذا مجرد كتاب أدب فيه تمثل للأشياء أشياء تمثيلية ما هي صحيح ما هي صحيحة إنما مثل ما يسمونها الآن في أدب القصة أدب القصة وأدب الرواية يكتب يوم الأكتاب شيء ما له حقيقة ما له حقيقة أساطير يقولون أن القرآن مثل هذا مثل كتب الأساطير تواريخ العجم وتواريخ الأمم إنما هي أساطير قالوا أساطير الأولين اكتبها اكتبها يعني طلب من غيره أن يكتبها له فهي تملى عليه بكرة وأصيلة قالوا في محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن هذا شأنه شأن الملاحدة مع كتب الله عز وجل أنها يقولون ما هي من الله إنما هي أساطير الأولين لمصلحة الناس يقولون هؤلاء الرسول يكذبون لمصلحة الناس عن أشياء روعونهم ويتركون الشيء ما يصلح باب الترويع لهم تأذيب لهم بشيء خيالي فهم يكذبون لمصلحة بزعمه قال أساطير الأولين جمعوا أسطورة والأسطورة هي الكذب المسطر والمكتوب فهم لا يفرقون بين القرآن وبين سيرة عنثرة أو كتاب ألف ليلة ما يفرقون بين القرآن وبين كتب الأساطير كتب الخرافات والكذب ما يفرقون بينه كلام رب العالمين ما يفرقون بينه وبين الأساطير التي اكتبها الأدبى لتسلية الناس قالوا أساطير الأولين لا يهمكم هذا ما له الحقيقة إذا تتلى عليه تقرأ عليه آياتنا القرآن قال أساطير الأولين إن شاء الله العافية هذا يقاب الأمر الآن يقاب هذا إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين بعضهم يصدي يقول الحديث صحيح ثابت لكن يحرفه أوله على هواه يحرفه على هواه ما يخليه على معنىه الصحيح أو بعضهم يقول الحديث صحيح لكن العقل أنا ما أترك العقل وأخذ بأدلة السمع يأخذون بالأدلة العقلية يتركون الأدلة أدلة الوحي إلا إذا توافقت مع عقولهم يقبلونها أما إذا خالبت عقولهم فيأخذون بالعقول ويتركون المنقول يتركون المنقول هذا دابه إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ثم بين الله سبحانه وتعالى السبق الذي حملهم على هذا قال كلا يعني حقا بل ران على قلوبهم بل يعني ليس الأمر كما قالوا إنها ساطير الأولين لكن ران على قلوبهم قلوبهم غلفت فلم يصل إليها نور الوحي ولم تنتقع بالوحي فقلوبهم مغلفة هذا السبب ران والران هو الغلاف الذي يكون على القلب فلا يصله وعد ولا وعيد ولا يتأشق هو سببه ما كانوا يكسبون الذنوب تتراتم على القلب حتى يعمى وحتى يصير عليه غلاف حاجب عن الخير ولا يتأثر بموعظ ولا ينتفع بدليل لأن عليه غلاف حاجب هذا الحاجب منين جاء؟ من الذنوب فلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون في الدنيا فصار موقفهم من كتاب الله هذا الموقف ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وجاء في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب سُقلت وذهبت هذه النكتة السوداء وإن لم يتب زادت حتى تغطي على قلبه كله حتى تغطي على قلبه كله ويغلف قلبه يغلف قلبه فالران هو الغلاف الذي يحول بين القلب وبين وصول المؤثرات إليه الران والغلاف أشدها الران والعياذ بالله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من السيئات والذنوب حتى قالوا هذه المقامة كلا بل ران على قلوبهم الران والختم ختم الله على قلوبهم كلها من عوارض الكفر والذنوب فالذنوب ما هي بتروح سوداء تؤثر في القلب حتى يعمى حتى يموت حتى لا يتأثر بموعظة ولا بنصيحة وهؤلاء أبغض ما عليهم الآن الوعظ والتذكيم أبغض ما عليهم الوعظ والتذكيم ما يريدونه أبد كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ما لا تكون عاقبتهم كلا أي حقا يقينا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون في يوم القيامة المؤمنون يرون ربهم عيانا ويتلذذون برؤيته سبحانه وتعالى أما الكفار فلا يرون الله لأنهم لم يؤمنوا به في الدنيا ولما لم يؤمنوا به في الدنيا حجبوا من رؤيته يوم القيامة أما المؤمنون فلأنهم آمنوا بربهم في الدنيا فإن الله يتجلى لهم الله لا يرى في الدنيا لأن الأشياء لا تطيط رؤية الله تحترق لكن في الآخر يقوي الله أجسام المؤمنين حتى ترى الله سبحانه وتعالى إكراما لهم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته سبحانه وتعالى أما الكافر فإنه يحجب عقوبة له لما لم يؤمن في الدنيا حجبه الله في الآخر واحتجب عنه قال الإمام الشافعي رحمه الله وفي هذا دليل على إثبات الرؤية رؤية المؤمنين لربهم لأنه إذا حجب عنه الكفار هذا دليل على أن المؤمنين لا يحجبون من رؤية ربهم وقد تواثرت في الأدلة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة الذي آمنوا به في الدنيا وأطاعوه يرونه يوم القيامة عيانا ويتجلى لهم سبحانه وتعالى تقر أعينهم بذلك أعظم نعيم يكونون فيه هو رؤية الله أعظم من نعيم الجن جزاءهم هذا جزاء الإيمان كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون حرمانا لهم والعياذ بالله أما المؤمنون فإنهم يرون الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة بالضاد من النظرة وهي الحسن إلى ربها ناظرة بالضاد من النظر وهو المعاينة يرون الله عيانا ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يبعل بها فاقرة هذه وجوه الكفار والعياذ الله وهم محجوبون عن الله عز وجل وأيضا عليهم وعيد آخر ثم إنهم لصالوا أي واصلون إلى الجحيم والصلي هو الحرارة ثم إنهم لصالوا الجحيم يقاسون حرها وعذابها والجحيم هي النام ثم يقال لهم هذا الذي كنتم به كنتم به تكذبون هذا الذي كنتم به في الدنيا تكذبون تقولون أساطير الأولين هذا هو الآن هذا هو الآن هذه النار التي كنتم توعدون إسلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون ثم إنهم لصالوا الجحيم مردهم إلى الجحيم ثم يقال لهم تقريعا هذا الذي كنتم به تكذبون في الدنيا وتقولون ساطير الأولين صار ساطير الأولين هذا صار هو الحقيقة لكن أنا لهم أن يتداركوا ما فاتهم ويقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم ذكر جزاء الأبرار الذين آمنوا به في الدنيا كلا إن كتاب الأبرار والأبرار جمع بر والبر هو العمل الصالح ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس وحين القتال والجهاد يصدرون أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون هذا هو البل وهؤلاء هم الأبرار إن الأبرار كلا إن كتاب الأبرار كتاب أعمالهم كتاب أعمالهم حسناتهم أعمالهم الصالحة مكتوبة حسناتهم مكتوبة وين هم ودع فيه في عليين في عليين في الجنة هؤلاء في سجين أسفل شيء وهؤلاء في عليين أعلى أعلى شيء شوف الفرق بين المؤمنين والفجة كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون تفخيم تعظيم تعظيم لعليين تعظيم للجنة كتاب مرقوم يشهده المقربون من الملائكة يشهده المقربون من الملائكة تشريفا لهم هذا جزاء الأبرار الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات وصدقوا الرسل وانتفعوا بكتاب الله بسنة رسول الله هذا مآلهم يوم القيامة كان نكتشاهده كان نكتشاهده لأن هذا كلام رب العالمين ما هو أساطير ما هو أساطير أو خرافات أو هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميل وهذا تقر به عين المؤمنين يتلذذون بالقرآن ويتعلقون به وأما أولئك فيتعلقون بالخرافات والأساطير والأكاذيب والملهيات والمغريات يستبدلون القرآن بالشعر بالأغاني بيستبدلون القرآن بنقيضة وبكلام الباطل وبكلام السحرة كلام المغطلين الكذابين كلام الكفرة يستدلون به ويتمسكون به ويقرعونه وأما القرآن فليس لهم به تعلق أفدا هذا انقسام الناس مع الرسول والقرآن وهذه منازلهم عند الله سبحانه وتعالى سأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي يقول فضيلة بسيق وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله أنه يدخل في بخص الناس حقوقهم عدم ذكر ما عند المردود عليه من الحق لكن أشكل علي ما اشتهر عند العلماء من أن المردود عليه لا تذكر حسناته من باب السياسة الشرعية لأن لا يغتر به الحسناته حسناته لكن يذكر ما عنده من الحق أما حسناته والأعمال التي عملها هذه قد لا يناسب ذكرها لأن هذا يروج كلامه لكن يذكر ما عنده من الصدق قالوا أنه عندك له هذا الصواب عندك له هذا خطأ ما يبين ما عنده ما نبخص حقه نقول كل كلام باطل لا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول آمل من فضيلتكم توجيه كلمة لأصحاب قطع غيار السيارات آمل من فضيلتكم توجيه كلمة لأصحاب قطع غيار السيارات وكذلك أصحاب محلات السذاكة حيث يبيعون قطعا على أنها أصلي وهي ليست كذلك فهل هذا من بخص الناس أشياء ما في شك هذا من بخص الناس أشياء ليغش الناس ويبيع الشيء المرشوش أو الشيء المقلد ويقول هذا أصلي أو يكتب عليه كتابة تدل على أنه أصلي المصنع الهولاني وهو كذب هذا لا شك من بخص الناس ثقوقها ومن الغش نعم يقول فضيلة الشيء وارفقكم الله يقول ما حكم ما يفعله بعض أصحاب المحلات حيث إنه يزن الطعام مع الإناء الذي يضع فيه الطعام وهل الأولى أن يزن الطعام بمفرده ثم يضعه في الإناء بعد ذلك لا القاعدة أنه يزن الإناء قبل يزن الإناء يعرف وزنه ثم يملأه بالطعام يزنه يزنه وإذا تبين الوزن يخفر منه وزن الإناء يخفر منه وزن الإناء اللي تعلمه نعم يقول فضيلة الشيء وارفقكم الله هل يجوز للمسلم أن يغش الكافر أو أن يبخسه حقاً لا لا ما يجوز غش الكافر المؤمن ليس لا يغش ولا يخون ولا يخدع فليكون صادقاً مع المؤمن ومع الكافر ولا تبخسوا الناس أشياء هذا عامل الناس كلهم ما يجوز الكافر وثق منك وهذا يسيء إلى الإسلام أيضاً إلى غشية الكافر هذا يسيء إلى الإسلام وينفر من الإسلام نعم يقول فضيلة الشيء وفقكم الله هل الوعيد خاص بالباعة في الكيل والوزن أم أنه يشمل جميع المعاملات بين الناس فإذا كان له حق طالب به وحرص على أخذه وإن كان الحق للآخرين ما طلبه ونقصه يدخل يدخل بالناس بحقه ويجحل حقوقهم أو يموطل فيها يدخل فيه في الآيات نعم وكذلك حفظك الله يقول القوله سبحانه وتعالى ويل للمطففين خاص بما يتعلق بالبيع والشراء أم يدخل حيه من يفضل زوجة على أخرى أو يميز طلاباً على آخرين يدخل حيه كل الحقوق تدخل ريابة تدخل ريابة الزوج لا يطالب زوجتها بفقوقه ويجحد فقوقها بخصة حقوقه يؤدي الذي يأخذ الذي له ويؤدي الذي عليه ولهن مثل الذي عليه بالمعروف بجال عليه من الدرجة نعم يقول فضيلة الشيخ فقوقكم الله ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التجار هم الفجار نعم فعلوناك مناسبة بين قوله سبحانه ويل للمطففين ثم بعد عدة آيات أتى قوله سبحانه كلا إن كتاب الفجار لفي سجين نعم فينك السؤال نعم الحديث ورد أن التجار هم الفجار يوم القيامة إلا هذه فيه استثناء إلا من اكتق الله وبر وصدق نعم يقول فضيلة الشيخ فقوقكم الله بقوله سبحانه وتعالى اقرأ كتابك هل يقرأ الإنسان كلما كتب عليه في الدنيا حتى الأفعال التي قد تاب منها التي تاب منها تمحى عنه يكتب عليه شيء لما تاب منها من الذي تاب منه تمحى عنه ويكفر نعم يقول فضيلة الشيخ فقوقكم الله يقول يكثر عند باعة الجوالات أنه إذا اشتريت منه جوالا المستعملة باعه لك بسعر كذا يكثر عند باعة الجوالات أنك إذا اشتريت منه جوالا مستعملة باعه لك بسعر كذا وكذا فإن لم يعجبك وأردت أن ترده إليه ولو في اليوم نفسه اشتراه منك بثمن ثم باعه لغيرك أو لك مرة أخرى بسعر أعلى هل هذا داخل في التطفيف نعم إذا كان الجوال هذا مستعمل وهذا جديد ولا استعمل وباعه عليك بثمن مرتفع وهو مستعمل ثمن ومنقفض فهذا من بخص الناس أشياءهم هذا من بخص الناس أشياءهم ولا يشتريه منك لأن البيع ما صح أصبع لا يشتريه منك ترده تأخذ الدراهم ولا يخفض لك ثمن العيب الذي فيه وهو ما يسمى بالأرش فإما أن تمسكه وتأخذ الأرش وإما أن ترده وتأخذ الثمن كامل ولا يبيعها لبيع ما ينقص نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل رفع الأسعار وإغلاء الأسعار يدخل في التطفيف الأسعار إذا كان ارتفاعها بسبب العرض والطلب هذا ما لا حد من فيه دخل الله هو المسعد أما إذا كان ارتفاع الأسعار سببه تلاعب التجار وحيى للتجار هذا باطل يجب على ولي الأمر أن يمنع هذا ويردعهم عن هذا الشيخ وأن يلزمهم بالبيع مثل ما يبيع الناس مثل ما يساوي السعر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في قوله سبحانه وتعالى قويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون يقول هل يدخلوا فيه التطفيف في حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم في التوحيد والتصفيف من باب أولا إذا كان هذا في حقوق البشر كيف بحقوق الله سبحانه وتعالى كيف بحقوق الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في المصحف يوجد علامة السكتة على قوله كلا بل فما فائدتها وهل يجوز الوصل دون الوقف عليها لا لازم من الوقف لازم من الوقف لألا تدخل الراء كلا برانا لا ما يصلح برانا كلا بل يستميز إلا معانا الراء بل رانا بل رانا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الذي يؤلف القصص الخيالية والذي يضحك الناس بقصص خيالية تدخلوا في قوله سبحانه معتد أثيم لا فيه اعتداء إذا كان ما فيها ظلم لأحد ولا فيها تأثيم للناس وإنما فكاهية لا تدخل في ظل في التحريم تكون مكرها تكون مكرها لأنها لا فائدة منها نعم أما إذا كان فيها باطل وفيها شرب يعني خرم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يوجد كتاب قصصيون يأتون بقصة للأطفال على لسان الحيوانات وغيرها وهذه القصص غير واقعية فما حكم كتابة مثل هذه القصص لا بأسهل ذلك أقول لا بأسهل ذلك إذا كان ما فيها ظلم لأحد ولا فيها كذب ولا فيها إنما فيها تسليه للأطفال فقط ما فيها لا فيها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول عندي زوجتان أشتري لإحداهن أشياء خاصة بها كمالية أكثر من الزوجة الثانية فهل يجوز هذا هذا يسبب يعني يسبب غيره عند الثاني يسبب إنه يحصل تشويش في بيته سوء تغاهم تجنب هذا الشيخ لأن درع المفاسد مقدم على جلب المصالح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما المراد بتعظيم شعائر الله في قوله سبحانه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب جميع المراد بالشعائر الله جميع شرائع شرائع الدين يعظمها ويحترمها ولا يتهاون بشيء منها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ومنه تعظيم الشعائر في الهدي في الهدي هدي التمتع والقران هدي التطوع أنه يقدم شيء من أحسن بهيمة الأنعام ما يقدم شيء هذين ولا شيء ردي هذا من تعظيم شعائر الله نعم تعظيم حرمات الله أيضا يعظمها ويخاف منها ويتجنبها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أحد الدعاة فسر هذه الآية فيقوله سبحانه ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها فذلك من تحريم الشعائر الله تحريم المشاعر الشعائر الحج العمرة عرفة ومينة ومزدلفة والبيت الحرام والمسجد الحرام يعظمها يعظم الحرام ولا يعتبي فيه ولا يوسيق الحرام ولا يعتبي فيه الناس هذا من تعظيم الشعائر الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أحد الدعاة فسر هذه الآية ويقوله سبحانه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم قال نعم أصبتم مثليها علم الله أنهم أصابوا في غزوة ذدر أصابوا مثليها من المعصية ولما أصبت أصابتكم مصيبة هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الواقعة أصابوا معصيتين فسلط الله عليهم مصيبة بسبب معصيتين حصلت منهم معصية النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بعدم النزول يعني بنزول الجبل للغنيمة ومعصية علمها الله عز وجل هل هذا التفسير صحيح وفقكم الله إذا جاب ما يدل على هذا التفسير ما يجوز يفسر إلا بدليل إذا جاب ما يدل على هذا التفسير من تفسير الرسول أو تفسير الصحابة أو تفسير التابعين يقبل أما أنه يخترع شيء تفسير من عنده هذا ما ما يجوز الكلام بالقرآن برأيها أو بحكرها نعم نحن نطالب كل من يفسر القرآن أن يأتي بدليل على تفسير ولا يكون تفسيرا مخترعا أو حسب ما يبهر له نعم وأصبتم مثليها هذا في بدر أصابوا مثليها يعني الله أعلم أنهم قتلوا سبعين وأسروا سبعين من المشركين أسروا سبعين وقتلوا سبعين نعم يقل فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمصاب بالعين إذا غلب على ظنه أو شك في أحد بأنه هو الذي أعانه وصابه بالعين أن يطلب منه ماء ليقرأ فيه مع أن هذا قد يسبب بعض الحقد إذا كان يسبب بعض الحقد ما يطلب منه مباشرة يروح لواحد يوصي لواحد يقول أن مسخنا نبي كذا وديكتقرالي ولا يدري هو ما يدري عنه أصل المسألة يتجنب ما يثير هنا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم وضع السترة أمام المصلي المنفرد نعم وضع السترة سنة مؤكدة فيضع السترة أمامه إذا كان يصلي مفردا أو إماما يضع أمامه سترة هذا السنة مؤكدة وهذا يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم فالحضر والسفر يصلي إلى سترة وأمر صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم هل يصلي إلى سترة وليدن منها نعم ويقول كذلك حفظك الله هل يكفي الخط المرسوم على السجل ليكون سترة إذا لم يجد شيئا إذا لم يجد عصى ولم يجد شيئا قائما هلو يخط خطا لا بس نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله هذا سؤال يقول من مجتمع مسلم يسكن في الغرب يقول السائل اشترينا عمارة بنية تحويلها إلى مسجد إلى إلى مسجد نعم اشتريناها بقرض قيمته مئة ألف جنيه السرليني مأخوذ من المجتمع المسلم يقول ولم نفتح المسجد بعد سؤاله إذا لم نستطع التسديد لهذا القرض هل يجوز إغلاق المسجد بعد أن تم الانتهاء منه وبدء إقامة الصلاة فيه وما يصيح المسجد لا يغلق لكن تطلبون من المسلمين تطلبون المساعدة من المسلمين والمسلمون إن شاء الله لا يقصرون تطلبون من المحسنين والتجار ولا يقصرون في هذا في المسجد نعم فهل يجوز لي أن أعمل في هذه الوظيفة علماً بأن مبيعات الخمر إنما تساوي خمسة عشر بالمئة من المبيعات لا تعمل في هذه المؤسسة أولاً لأنها مؤسسة رجال مهم مؤسسة نساء وثانياً أنها فيها بيع الخمر لا تعمل فيها وتطلب الرزق في غيرها ومن يتق الله يجعل له مفرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه نعم نقول هضيلة الشيخ أفقكم الله هل ينوي بذبح شاة واحدة ينوي بها أضحية وعقيقة حيث حصل نقاش بيني وبين لا ما يصلح هذا ما تكون أبحية وعقيقة العبحية مستقلة شعيرة مستقلة والعقيقة شعيرة مستقلة إذبحها إما أبحية وإما عقيقة نعم يقول الفضيلة الشيخ أفقكم الله يقول هل يجوز وإخراج وقف في مسجد وهو عبارة عن برادة ماء صغيرة حيث وجد أكبر منها فاستبلت هذه الصغيرة بغيرها هل يجوز نعم هل يجوز وإخراج وقف في مسجد وهي عبارة وهو عبارة عن برادة ماء صغيرة فقد وجد أكبر منها فاستبدلت هذه الصغيرة بغيرها سؤاله هل يجوز إخراج هذه البرادة الصغيرة لمسجد آخر نعم إذا كان استغنى عنها المسجد الذي هي فيه تخرج إلى مسجد آخر يحتاج إلى هذا وقف يصرف في مثله لا بس نعم ويقول حفظك الله حتى ولو كان ذلك بغير إذن صاحب الوقف استاذن إذا كان يمكن استئذانه استاذن إذا كان ما يمكن استئذانه تجعل في مسجد آخر ويجري له الأجر إن شاء الله هذا من الإحسان ولا تعقل لا تعقل من من يحول من يحول بينه وبين التوبة ولكن يعلن إعلان أن توبت عن هذا الشيء وأنا بريء منه يتبرأ منه كان واضعا به مال يسحب وليساعد عليه ويقطع الإعانات التي يعين على هذا المنكر يقطعها نعم يعمل ما يستطيع من تخلص من هذا الإسم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الدعاء الجماعي بعد كل صلاة بدعة دعاء الجماعي بدعة بعد الصلاة أو في الطواف أو في المشاعر ما في دعاء جماعي كل يدعو لنفسه أما الدعاء الجماعي يشبه الأناشيد والأغاني ومخالف للصنة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تصح الصلاة خلف المبتدعة في المساجد التي تكون على طريق السفر ومثل على البدعة بالدعاء قبل تكبيرة الإحرام لا لا ما يمنع من الصلاة وتنصح تقول ما لأنه يظن أنه على حق وأنه تقول له ما فيه دعاء قبل تكبيرة الإحرام دعاء يعني جهري أما أنك تدعو جهر تدعو بينك و بين نفسك لا مانع لكن الجهر لا ما ورد هذا أما الصلاة أما الصلاة صلاة صحيحة وعلى العموم أنت أحسن الظن إذا وجدت الناس يصلون صل معهم ولا تفتش تقولها وش هال الإمام هذا لا تفتش شيء ما تراه لا تفتش وإذا رأيت الناس يحسنون فأحسن معهم وإذا أساء تجنب إساءتنا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشترى رجل من آخر بضاعة بمبلغ من المال ثم أراد المشتري بيع تلك البضاعة فلما علم البائع ذهب إلى المشتري وقال أريد أن أشتريها منك بأكثر مما أعطيتني في المرة الأولى وسأعطيك الثمن بعد مدة هل يجوز هذا البيع نعم إذا كان ما بينهم اتفاق من قبل تواطع على هذا فلا مانع إذا كان اشتراها وملكها قبضها ثم أراد أن يبيعها وجاء البايع الأول فأنا أشتريها بثمن أرفع من الثمن الذي بعته هذا لا لا علاقة له بالبيع الأول ما في مانع إلا إذا كان فيه مواطعة وحيلة هذا له جوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز رؤية المرأة المتبرجة التي تخرج في بعض الفضائيات في الأخبار من غير أن يميل قلبه إليها الله يصرف نظره عنها والأخبار يسمعها من من غير رؤية المرأة يشوف أخبار يلقيها رجل وإلا يسمعها من الراديو ولا ينظر إلى المرأة المرأة في مهما كان وقد فتنوا المسلمين بهذه الطريقة وفرضوا عليهم إزالة الحجاب بهذه الطريقة ويجب أن المسلم يتحفظ من هذه الأمور ويبتعد عنه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أنا من إحدى الدول العربية وبعض زملائي هنا يعطيني عملة بالريال السعودي أنا من إحدى الدول العربية وبعض زملائي هنا يعطيني عملة بالريال السعودي وأحولها له إلى بلده بعملة بلده وأخصم إيجار صرف من العملة التي تسلم هناك ويكون هذا برضا لأنها إذا وصلت هناك بالريال ربما لا يوجد صرف لها في بعض الأوقات فهل يجوز هذا هذه مسألة متكررة وواقعة خصوصا من العمال يسأل عنها كثيرا الأصل أن هذا الصرف والصرف لا يجوز تأخير القبض فيه لا يتفرق المتصارفان وبينهما شيء يدا بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأصل ولكن بالإمكان تعمل مسألة السفتجة وهي أنك تقرض الشق هذا المبلغ يتملكه يشتري بالحوائجه ثم إذا ذهب إلى البلد الثاني يسدد لك باب تسديد الدين تسديد القارب وليس من باب المصارفة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل دخل المسجد وهو لم يصلي المغرب بعد والإمام يصلي رجل دخل المسجد وهو لم يصلي صلاة المغرب بعد والإمام يصلي صلاة العشاء فهل يتابع الإمام بنية المغرب وهل يسلم قبل الإمام أم يجلس وينتظر حتى يسلم معه كلاهما جايد يدخل مع الإمام بنية المغرب فإذا قام للثالثة يجلس ولا يتابع الإمام يأتي بالتشاهد الأخير وإن شاء سلم وإن شاء انتظر الإمام وسلم معه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل قصة النمرود إذن كانعان مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت قبل نبوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم النمرود مع إبراهيم إنما بعد بعثة إبراهيم بعد نبوته قل لكي في خاص من نمعود وهما ما أرسل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما القول الصحيح في تارك الصلاة تهاونا كذلك في الذي يصلي بعض الفروض ويترك بعضها الصحيح أن تارك الصلاة متعمدا تهاونا لها لا جحدا لوجوبها الصحيح أنه يكفر الكهر الأكبر مخرج من الملة قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكهر ترك الصلاة قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر هذا هو القول الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجوز الهجرة من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر لأجل الدعوة إلى الإسلام هناك هذه ما تسمى هجرة هذه ما تسمى هجرة هذه عكس الهجرة لكن إذا كان لغرض صحيح وهو الدعوة إلى الله أو لتجارة ويرجع أو لطلب براسة لا يجدها هنا والناس بحاجة إليها فيجوز السفر لهذه الأغراب لما فيها من المصلحة المحققة مع تمسكه بدينه وعدم قامته إلا بقدر الحاجة فقط لا بس بذلك نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من لبس شرابا ونيته أنه سيمسخ عليه مرة واحدة لفرض واحد ثم يخلعه فهل له ذلك أم لابد من إتمام مدة المس يوما وليلا يلبسوه للحاجة يلبسوه للحاجة وإن شاء استمر يمسح عليه وإن شاء خلعه لراجع له نعم الله تعالى